يالا حسنا عدد وجه ابناء ريف جبل حبشي نداء استغاثة عاجلة لانقاذهم من حصار ميليشيا الحوث والمخلوع المفروض على قراهم منذ اندلاع الحرب وخطب البيان الصادر عن مديرية جبل حبشي الحكومة اليمنية واللجنة العليا للغاثة ومحافظة المحافظة بالاضافة الى المنظمات الانسانية مطالبا بضرورة مواجهة اثار الحصار والحرب تفاديا لكوارث انسانية قادمة وثق البيان عددا من جرائم الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين منها سقوط خمسمائة قتيل واكثر من اربعمائة جريح منهم ثمانون جريحا من ضحايا الالغام ورصد البيان التهجير مائتي اسرة فيما نزحت اكثر من الفي اسرة هربا من القتل والجوع وطوال السنوات الماضية تضررت الكثير من منازل المواطنين حيث فجرت الميليشيا قرابة ستين منزلا بينما تعمدت تدمير اربعة منشآت تعليمية تحاصر ميليشيا الانقلاب جبل حبشي من جهاته الغربية والشرقية والشمالية وقال البيان ان القرى المحاصرة تعاني من حصار خانق ادى لانعدام مقومات الحياة الضرورية مثل الايواء والدواء وعمل الحصار بتاكيد البيان على انتشار وباء الكوليرا مما ادى الى تدهو الرعاية الصحية وسوء التغذية السلطات المحلية في جبل حبشي حذرت من وقوع كارثة انسانية اذا لم تتحرك الجهات المحلية والاقليمية والدولية لانقاذ المواطنين وتقديم المواد الاغاثية والاوائية في الوقت الذي يتخوف فيه مواطنون من ان يذهب نداء الاستغاثة مع ريح التجاذبات السياسية والحسابات الاقليمية